تستضيف العاصمة الإيطالية روما أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2021 فماذا على أجندتها؟ حددت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين هذا العام ثلاثة عنوين أساسية للقمة وفق التالي الإنسان والكوكب والإزدهار وبناء على هذه الركائز تهدف قمة روما إلى أخذ ذمام المبادرة في ضمان استجابة دولية سريعة لجائحة فيروس كورونا المستجد تكون قادرة على توفير وصول عادل وعالمي لتشخيص والعلاجات واللقاحات في ملف كورونا أيضا تركز الأجندة على كيفية الخروج من الجائحة دعم التعافي الاقتصادي بناء على القدرة على إعداد بنية صحية دولية لمواجهة الأزمات الصحية في المستقبل كما تركز أجندة القمة على مكافحة سوء التغذية في العالم إضافة إلى كيفية تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر مسواة وإنصاف لمحاربة الظلم القديم والجديد من المواضيع التي تحضر بقوة على أجندة مجموعة العشرين التغير المناخي حيث تجري مفاوضات محمومة بين دول المجموعة لتحديد جدول أعمال محادثات المناخ والوصول إلى توافق في الأراء بين الدول المتقدمة والنامية لرفع الطموحات المناخية وتسريعها وينتظر أن تضع قمة روما اللمسات الأخيرة على مشروع إصلاح النظام الضريبية المفروض على الشركات متعددة الجنسيات لوضع حد للملاذات الضريبية والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2023 قادة عدة يحضرون شخصيا إلى روما وآخرون يشاركون افتراضيا وتبقى الأمال المعقودة على مجموعة العشرين أكبر مما يتحقق منها في الواقع نظرا للتحديات الضرفية